مين اللي ودانا في طريق الإدمان؟ للأسف مشاريع السيس الخزعبلية اللي بتنص دم الدولة وهي باب من أبواب القروض دي وإحنا الحقيقة شايفين موقع فرنسي بيكشف كارثة في مشروع العاصمة الإدارية موقع فرنسي بيقول مصر عاصمة إدارية جديدة أغرقتها المضاربة عاملة زي الجملة دي كده بي اللي احنا بتاع عامل زي عاصمة إدارية جديدة جديدة أغرقتها المضاربة عاملة زي ايه؟ على لحن ايه؟ لو قلتلي على لحن ايه؟ أعرف انك انت اتطورت كتير قوي اللحن شوف اللحن نفسه شو بيكمل معنى عاصمة إدارية جديدة أغرقتها المضاربة والنبي أنا عارف ان في ناس زي الشيخ عصام كده ممكن يكون محدش عارف عاملة زي جملة السيد أحمي عبد الجواد شو بين القصرين أكتب البضاعة دي ايه؟ قال له بضاعة أتلفها الهواء هي عاملة زيها كده عاصمة إدارية أغرقتها المضاربة حلوة جملة حلوة ورغم الحرص حكومة على التأكيد بأن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمول البناء من خلال إرادات بيع الأراضي لمطور القطاع الخاص فإن هذه الأموال تذهب في الواقع المباشر إلى جيوب المؤسسة العسكرية وده اللي قاله الخبير عن النحاس بينما تستمر الدولة في الاستدانة فيما يخص هذه الشركة فإن نهاية المجتمعات العمرانية الجديدة هي التي تضخ مليارات الدولارات في المشروع مع مواصلة التداين لسيما مع قرد بقيمة 2 مليار دولار تم الحصول على ابن الصين في حين أن الجانب العسكري غالبا ما يكون المستفيد الأكبر من المدفوعات التي يحصل عليها والتي تكون غالبا في شكل رسوم إدارية وعائدات بيع الأراضي وفقا للتقرير فقد استثمارت الدولة ما بين 35 إلى 30 مليار دولار في مارس 21 بينما أنفاقة العاصمة الإدارية للتنمية 6 مليار دولار فقط في بداية 22 تعكس هذه الأرقام المدينية المفرطة للهياك العامة ذات الصبغة المدنية في مقابل انخفاض فواتير الجيش وهو ما يدل على أن عملية إعادة توزيع للصروات لصالح الحرمية قال الجنرالات خلا نشوف بقى إزاي الموقع الفرنسي ده بيقول لنا العاصمة الإدارية مصيبة كبيرة وما بتروحش إلا لجيوب العسكر ده هو اللي بيقول مش أنا ده الموقع الفرنسي موقع اسمه أوريان 21 سيطرة عسكرية ومضاربة مستمرة الموقع بيقول لك إيرادات بيع الأراضي لمطور القطاع الخاص تذهب لجيوب الجنرالات المؤسرة عسكرية بيقول لك أعضاء الجهاز الأمني لهم مكانة محورية ودواء الربح متدخلة في بناء العاصمة تمنح عقود البناء إلى شركات مقربة من النظام في غياب لشروط التنافسية والشفافية متور العقارات تجمعهم روابط قديمة بالنظام وتوابط شركات ناشئة زى تهياكل غامضة أو هيكلة غامضة العقود المتعلقة بالشركات الأجنبية يتم إبرامها من قبل كيانات تخضع لإشراف مباشر من الجيش الوحدات الفاخرة في المدن الجديد الأخرى محل استثمار عن طريق المضاربة هناك فائط في المعروض من المساكن التي لا يمكن تحمل تكالفها تشكل تهديدا للسوق عدد كبير من المطورين الجدد قد ينتهي بهم الأمر إلى الإفلاس والعجز عن السداد ده موقع ريان 21 على فكرة الأستاذ واقل النحاس قال الجملة دي في لقاء في البي بي سي قال بالنص الموزيع بتسأله قال لها كويس عوية إذا كانوا هم بنوها مش من موازنة الدولة أسقف لهم لكن أنا بسأل سؤال العائد بتاعها دخل ميزانات تاعد الدولة ما حصلش ده اللي قالته الموقع الفرنسي طب ده حال العاصمة وفلوسها وشكل اللي بيحصل فيها واللي بتصب عند عدد محدود من جنرالات الجيش خلي بالك ما تجمعش الجيش كله أولا لأن الجمع ضد المنطق الإطلاق ده ضد المنطق ما تقولش البلد دي كلها العائلة دي كلها عشان ده أولا ثانيا لأن فيه زباط في الجيش فعلا محترمين ومن الجهل أنك تجمعهم كلهم زي القضاء فيهم ناس محترمة زي الصحافة فيها ناس محترمة ما تجمعش جنرالات الجيش اللي بيكسبوا ونورا السيسي معدودين على رأسهم كامل وزير اللي أنا قريت بس أنا مش عارف أجيبها دلوقتي واحد كان كاتب أني كامل الوزير شطب فيلتين لأولاده مش عارف في حتة برضو من الحتة الفخمة اللي أنا معرفش عنها حاجة دا حالة العاصمة الإدارية وفلوسها وشكلها واللي بتصب في جيب عدد محدود من الجنرالات بالجيش خد كمان بقى عندك جزء من هيكل المنظومة اللي هما المطورين العقاريين واللي قالت الموقع الفرنسي أنهم شركات ما مش معروفة وبيرسي عليها الشغل كده بالأمر المباشر دون تنافسية وأنها تربطها علاقات ما بالجيش خد بقى حتى دول فضل التضخم اطلع بال مناش دعب السورة بيه اطلع بالبتاع التضخم يحول حلم مطور العاصمة إلى كابوس كابوس يعني اللي خد اللي خد اللي خد براظو اللي خد بسعر الدولار من أربع خمس سنين بشكل كذا يا سلام اللي خد بشكل بالدولار كان بأربعة وعشرين جنيه النهاردة الدولار بأربعين النهاردة الدولار بكام يا أهلا صديقي المحترم الذي اللي بعتلي اللي بيبعتلي كل يوم آدي البتاع اللوحة بتاعت الدهب آدي اللوحة بتاعت الدهب رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده الذهب حسب اللوحة دي وحسب حساباته هو الدولار دلوقتي باربعين تمانية وخمسين اللوحة الدولار دلوقتي باربعين تمانية وخمسين دي عن شد حيله فاللي خد المطور العقاري اللي خد الوحدات دي على سعر وأنا بشكرك جدا والله الجد اللي خد اللوحة المطور العقاري اللي خد الوحدات السكني دي على سعر دولار 24 جنيه. النهار ده دولار 48.58 اتخرب بيته. اتخرب بيته حرفيا. طيب ما انت هتقول لي على فكرة الدولة مدية تيسيرات للمطورين العقارين في العاصمة الإدارية. تعال يا سيدي. وفي نفس تقرير المطورين بيقولوا ايه. بيقولوا ايه في نفس التقرير. بيقولك ويرى مدير عام شركة عقارمس. ان التيسيرات الاخيرة. اللي مقدمة ليهم. لا تكفي لمساندة المطورين في الوقت الراحي. المطورين يحتاجون الى زيادة مدة التنفيذ. لكن المشروعات على السواء لكل المشروعات على السواء من خمسة الى ست سنوات بدلا من اربعة. بالاضافة الى اسقاط فائدة الاقصاد على الاراضي خلال فترة الاقتصادية الازمة الاقتصادية التي امتدت نحو عامين. على الاقل جزء منها يقول بها حفظ الله انه الاهم من كل ما سبق هو ان يتم فتح بيع بالبيع للاراضي جديدة حتى يستكمل المطورون نسبة كبيرة من مشروعاتهم لان خلق منافسين جدد سيرفع حجم المعروض مع طلب منخفض مما سيؤثر سلبا على شكل التطوير العقاري التي لديها مشروعات قائمة بالفعل. ننزل بقى شوية في تطور المطورين ننزل بقى في الترتيب شوية لإدارة العاصمة نروح بقى للي بيشتغل بإيده اللي هم المقاولين اللي بيشتغلوا مع شركات التطوير العقاري هللاقوا انهم من شهور المقاولين دول ماخدوش فلوس مش هان اللي بقول ده موقع المنصة مستحقات المقاولين المتأخرة انتهت الطفرة الإنشائية وجاء وقت الحساب هو اللي بيقول او مننا محمد 19 ابريل 23 على رغم وجود تقدير محدد للتعاودات الاستحقاء المقاولون الذين ينفذون عمل الدولة عن الخسائر التي لاحقت بهم من تعويم يناير فان العاملين في القطاع يرونها سيكون الأكبر في تاريخ هذه التعاودات التي بدأت الدولة في سدادها منذ تعاويم 16 مرجحين انها لن تقل على 40 مليار جنيه ومش بس تقتصر الأزمة المقاولين على ارتفاع سعر المكونات اللي بيستوردها من بره بعد ضعف الجنيه لكن أيضا تأخر مستحقات لدى أجلس الدولة عن أعمال في مشروعات كبرى زي العاصمة الجنيه ده شبهة الطرق إلى آخرها وأعتقد شوفنا ده زمان لما السيسي قعد يقول له حاج سعيد تاخد كبرى ديشنا بمليار وبقت كده يعني والمصحب بقت كده هو ده في الفيديو مشهورة هو حاج سعيد تاخد ونديك 25% لو بتشتري طماطم طماطم من سوق الجمعة نشتمل فيها كده مش بس كده عزيز المواطن نروح بقى للزبون كده خدنا المطورين خدنا المقاولين اللي نشغلين مع المطورين نروح للزبون نفسه الزبون اللي بيشتري هنشوف بسا واحد اللي اشتروا بيقول لك حنا بيتنصب علينا ليه يا عم خير خير بس اقول أبرز المساهمين ده شكل بيقول الام يو 23 بيبيع من 2018 مفروض التسليم كان من سنتين اتأجل ل24 المكان شكله صحرة وفيه جزء جبير جدا فيه تلال هل ينفع يتسلم كم مول وبعدها يتم حفر تاني وبناء في المنطقة هو جهاز العاصمة ده عنده خطة احنا مش واغدين بنا منها الراجل بيقول اهو مش انا الراجل بيقول مش انا اللي بقول مش انا اللي بقول هفكرك كده بالفيديو بتاع الحاج سعيد موجود يا فاندي حاج سعيد بقول لك ايه تشتغل في داشنا ده وتخلصوا خلال سنة لا انا بتكلم صحيح اخلاص يا فاندي طب تاخد الفلوس بعد سنة حاج سعيد ايو ما هدي لك فلوس كبرى من يبقى اخدها الصرفة هنا ها احرقتك لا مش عايز احرجك مش عايز احرجك طب ادي الجزء احرق بقاتك يا فاندي اوامر ايه اوامر مدفعش ده بسمع حاج سعيد اوامر افاندي حياخد 25 من غاية لما يسلمون تماما فاندي ماشي كده تماما فاندي بس على طول حاضري فاندي ماشي اهد من سميع في مصر عندنا الى الاخوة القائمين في الجزائر مواطنين الجزائيين والتعونسة تلبس طاقية دل ده يه كانت بينة ده الفيديو ده من قديم يعني كمان كدب لكن الناس دخلوا علاقوا على كلام مؤكدوا اللي بيحصل ده شغل نظب على كلام الشاب اللي هو بيقول لي مو 23 وبتقول حاجات دي قال لك ده شغل نظب هو اللي بيشتري هو اللي بيلبس ده غير فشل جهاز العاصمة في قدارة المشروع التعليقات هاو فين الدولة والحكومة وجهاز العاصمة اللي ليس له اي دول غير الطبطب عن المطورين الجهاز شغال بعقلية استينات ولا في دراسة ازاي واحد مسؤول يطلع وبشرح لأحمد موسى يقوله بالحرف الحتة دي سايبينها عشان نبيعها بسعر اغلى باعت اللي حواليها ما تبني انت فاهم بتعمل ايه ازاي هتعمل انشاءات والناس سكنة واشتغلت الناس بتبص تحت رجليها هماليه بيه تفاكر ايه الدولة والمطورين والمسوقين عاملين دويته على العملاء قاعدين يقعدون باستلامات قريبة عشان يبيعوا ويرجع الجهاز العاصمة يأتي المطورين مهلة وتأجيل اقصات من الاخر فيلم معمول عن الناس اللي بتشتري طبعا جهاز مصلحته مع المطور اللي بيرفع له سعر الارض للأسف الجهاز فرحان قوي بزيارة اسعار المطور اللي وصلت لربعمية وخمسين الف جنيل المتر لان ده بيرفع من قيمة ارضه البالغة ماتين وتلاتين الف فدان والمرحلة الاولى فقط اربعين الف فدان كده المطورين وال والمقاولين وقادي اللي اشترع للأسف نصابية العاصمة الادارية والفلوس اللي بتتدرب جواها نصابية كبيرة جدا بتروح بس لجيب جنرالات الجيش وبنزفع احنا تمانها قروض وده اللي بيقوله الكاتب الكبير عمار علي حسن الدكتور عمار علي حسن بيقول شيء بائس ان تسد السلطة فوائد القروض بقروض جديدة والأكثر بؤسا ان تستخدم ما تقترضه في شراء غذاء ودواء هذا راجع بالأساس للزهاب في طريق خاطئة بتحويل او في طريقة بتحويل الدولة الى مقاول ثم سمصار عقارات وخفض دور القطاع الخاص بل ومحاصرته واسناد مشروعات انتاجية محتقرة لمن ليس اهلا لها فحدث اخفاكم كبير عزيزي المشاهد اللي بيشوف الحلقة دي اديك عرفت ملمحين من ملامح برنامج السيسي اللي جاي اول حاجة مراكب النجاة اللي هي تصدير المصريين للخارج ده ملمح في برنامجه الملمح التاني انه بيستهدف قروط جديدة خلاص وفي مثل مصر بيقول يا تالب السمنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر